الرحلة بتقولي انه التجربة اللي عملتلك انت نوع من الشق والبعض الناس نوع من الشق وناس تانية شافت حاجة تانية يعني انا شفت حاجة تانية فيه الاقزام قادمون كان 86 كان اه كان 86 86 طيب الاقزام قادمون ده وقتها كان عنده مشكلة انه ما كانش عنده جماهيري وناس كتير ما فهمتش السكة دي ما فهمهاش غير اللي غاوي يتفرج على خواجة عنده المدارس الجديدة بتاعت الدحك دي انت بقى هنا المعاناة بتاعتك اتعمل ازاي انا وماهر عواد ومن الناس اللي ليهم فضل علي برضو في بداية حياتي ان احنا ابتدينا سوا ماهر برضو جزء مكمل ليه يعني ما دارش اقول المرحلة دي من غير ماهر عواد احنا كنا شايفين طريقة معينة في السينما وإلا كنا احنا حتى دائما بنتكلم طب وانا هخرج عشان يبقى فلان الفلاني مش معنى كده ان فلان الفلاني ده وحش بس مليهاش لازم التكرار يبقى انا لازم ابقى شخصية مختلفة ومش للاختلاف بقدر ما احنا حابين نبقى سكة مختلفة فده بتا دنيا في الاقزام قادمون وبعدين الدرجة التالتة وبعدين انا شايف ان احنا قربنا اكتر من الناس في سماحوس ايو ايو بلا بس خليني عند الاقزام الاقزام كان موضوع كنا احنا الاول كتبنا فيلم تاني سيناريو وبعدين كل ما ندي الممثل او حد يقولك يا ابن ابتدي بفيلم صغير انت مش قد الفيلم ده انت فيلم كبير انت ما اللي هي الطموح في الاول عارفة انت طموحة جدا وبعدين انت اخبطي بقى بوشك كده في الواقع فيقولك لا انت مش قد اللعبة دي روح شوف حاجة صغيرة ففعلا كتبنا فيلم امكانياته او الصرف عليه انتجيا قليل واتحمس له اسامة فوزي آه كان ها كن ايمي Cinco اه واحد اسمه شريف شهما اه وفعلا ابتدينا juga الفيلم وعملناه وكان كنتنتم الثلاثة إلى أربعة شركة أو لا هم المنتجين هم المنتجين أسامة وشريس وأنا فاكر حتى أن أنا وماهر قد نبين خمس تلف جنيه في الفيلم فكان ما كانش مهم الفلوس عايزين ننزل نشتغل يعني مش مهم والحمد لله أنا لحد دلوقتي محفظ أنه الفلوس ما بتبقاش هي المهم المهم ابتدينا فعلا نشتغل وبعدين لقينا أنه الفيلم الناس أعرفها كده زي ما بتقولي فيه فنانين كتير تحمسوا للتجربة زي مثلا أن وحيد حامد كتب عنها كويس وده صر علاقتي بيه وبقيت الناس يا ابني حاولوا أعرفها طيب حبيب معلش طب طب كده اسمح برهوم اسمح أصبر اسمح برهوم أنت أقولك اسمح أنت ولا أصبر ولا برهوم لماذا أنت كان ده بيحس يا جماعة أنا شايف إن الحل الوحيد دلوقتي إن أنا أحاول مع رضواني بينا مهلا لغاية ما نلاقي محام كويس أو يمكن نقطع في المباعة الليل هنلاقي المباعة وانا أصبر شاب عبد العديد تعالي معي أفراد رجع لكم وإزدادت الحكاية كارثة بقى ويمكن لما كانت الفنانة الكبيرة سعد حسني يا الله يا رحمها شافت الفيلم انبسطت بيقى قالت أنا عايزاكوا تشتغلوا معي ده الفيلم اللي بعده فقالنا لا ده فيلم صعب جدا وممكن يفشل يعني جماهريا برضو الناس مش هتفهموا فما فيش داعي حضرتك بتاريخي قالت لأ أنا عايز أشترك معي طب الدور فاشتغلنا وبردو الفيلم طبعا ما نجحش أكتر إيه الصدمة اللي حصلت في الفيلم ده كان فيلم مختلف جدا وإنناس كانتش يعني كان الفيلم مثلا عن فريق كورة بطريقة رمزية هو الناس كانت عايزة تعرف دل أهلي ولا الزمالك أيوة يعني فيش أي حاجة هي دي المشكلة كانت لو تعرفوا أنا والجمعية يا حباب النادي بقى ألمين أم تنبالح كنت عذرتونا طب مناعة ألم أم تنبالح أورب الفجر وعهد الله شفتوا؟ من العشر أورب الفجر وأنا والجمعية في حالة العقام داري يعني بوز ده بوز بعض مرانا مش حاجة يجرماتش مبالح وجمعية ألم أكم بقى شايفة إن السبب في التعادل هو اللعيب طب عن اللعيب أم بالعم الدرجة الثالثة مش تصنيف في القطر الدرجة الثالثة الصراحة تصنيف في الحياة اللي في الثالثة عايزين يشوفوا زي اللي في المقصورة عايزين يتابعوا الحدث بعيونهم مش بودانهم عايزين يكونوا اللي ما قدروش يكونوه أبدا حيسكت لهم اللي في المقصورة الأمور هتعدي كده عادي فيلم ممكن تشوفوا بعين سياسي أو مشجع الكورة ممكن تقرأ قصيدة ثورية أو مباراة في فن التمثيل أنت ودماغك أظن أنا كنت كريم معاكم يارب ما تضيحشوا أقتباد وتخروا الملعب فورا الناس مش هتمشي بغاية ما ييجي الصرور ما تضيحش وقتك أه مش ماشي دروا 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 ما تقوليش أنه الشوك ما كانش شديد في الدرجة التالتة عليكوا بقى أنتو كشباب لا كان صدمة جمدة جدا يعني وقتها وقتها حصل حرب جمدة جدا ما هو فيلم ممكن فيلم ما نتوفقش فيه يعني مش قصة لكن إعلاميا الموضوع خد أكبر من حجمه بكتير جدا بس إحنا تنحى أكبر من حجمه لأنه سعاد ما نجهتش معاكل لأنه سعاد واحمد زاكي ما نجهتش أه ممكن أه ممكن مع أنه كان الفيلم اللي قبل كده على طول كان هو الجوع بتاع مدام سعاد ما كانش برضو ما ننورش قوي أه وده عادي أه طبعا ما إحنا بنصيب إحنا بنحط كم لكن هي كانت الصدمة وقتها جمدة جدا بس كان إحنا زي ما بقولك تنحى بطريقة إنه إحنا مش هندخبت نقعة ما نقومش ده بقى اللي أنا كنت عايزة أسأله الشك بالنسبة لكم في ناس بتاخد الصدمة بتقلبها بقى خال أو تغير تقول لا لا إحنا مش نفعين في القصة دي لا كان عندنا إصرار جامد جدا والحمد لله لمينا نفسنا ودخلت أنا وماهر بعدها ومع ممدوح عبدالعليم وأنتجنا سماحوس أنت وممدوح وكان أياميها تقدري بسلف الموزعين كده تقومي فيلم وتتنازلي عن أجرك يعني ما خدناش أجور وتقدري تقومي فيلم لو المخرج والسيناريست والممثل ما خدوش أجور تقدري بسلف التوزيع وكده تقدري تقومي فيلم وده اللي حصل فعلا في السماحوس تفتكر أن أنت رول موديل أو مش عايزة أقول قدوة لكن مثال لمجموعة شباب دلوقتي اللي هي في عز أزمات السينما بقى وضايع بقى لكم سنة وبنعاني وبنتاع لما بيحبطوا بيقوموا مقلوبين كده ما هو ده صدقيني الشاطر هو اللي بيقع ويقوم يعني دايما كانوا يعلمونا كده برضه هرجع عليك تاني للتعليم إنه المثل إنه مش أي حاجة هتوقعك ومتقومش لو أنت عايز فعلا حابب الحكاية دي وده على فكرة مش لواحد مش أنا اللي عملت كده بس ده أي حد نجح حصل لك كلنا كلنا بس هي الفكرة أنه أنت مسنود على إيه؟ يعني أنت كنت مسنود على رصيد شايف الناس العظيمة اللي اشتغلت معا لها وقعات وشايف إنهم لما وقعوا وقاموا كان فيه في دماغهم حاجة تستاهل وتسوى إنه يقوم يقف تاني ما عرفش ده متواجد دلوقت هي يا زامر حنرجع تاني لمشكلة إيه؟ مشكلة إنك إنتي لما تيجي تخرجي فإنتي ما ينفعيش تقومي بأي وظيفة إلا أنت مسنودة ووقفة على رجليكي فإنتي مسنودة ووقفة على رجليكي على حاجات أنت قرتيها وتاريخ أنت شفتيه وخبرة خدتيها من الناس التانين فالخبرة وكل الكلام ده بيقولك إنه مش مهم ما هيما ناس وقعت وقامت هتقوم يا ابني وحتشتغل وكده وبعدين حذكر برضو وحيد حامد لأنه وحيد حامد كلمني بعد الدرجة الثالثة قال لي كل أنت شافوا ده كلام فارغ ولا يهمك وخدني من إيدي فعلا وداني المنتج قال لي خد أربعة سيناريوهات هنزل إخريكا إيه الرجل العظيم ده ما أقدرش أنسك كده تعرف إنه لحد دلوقتي طبعا بيعمل كده يعني ينقر حد كده وابتدي يتابعه هو لسه بيحبو والله يا ساعة زي بقولك كده فأنا لما أداني المنتج السيناريوهات وقارتها لقيتها مش كويسة قلت له لا أنا ما أقدرش في أعمل كده دي مش سكتي إنه أنا هعمل فيلم عشان أخد منه فلوس وعيش يعني أنا ممكن باش معايا فلوس خالص ومش مهمة طيب تعالى بقى لسامعهوس ده لأنه برضو كان تجربة مختلفة جدا اللي بتقال فيه النهاردة إن ما دي حاجة محيارة برضو الشباب والمخرجين والبدأ يا أخي شوف عرف أزاي كان يعني الفيلم اللي يدق طعمه كل شوية ده يدق طعم تاني كل شوية فسامعهوس تجربة برضو تعرضتوا فيها المشكلة وهنا بقى الموضوع بيعلى يعني أنا فاكرة إنه عاطف الطيب الله يرحمه لما عمل الغيرة القاتلة وما نجحش قاعد سبع سنين يعني عبال ما تعافى من الصدمة بس أنت ما شاء الله يعني حوله ولا حوله إلا بالله بتكارك سدقيني المشكلة دي لحد دلوقتي يعني إحنا لحد دلوقتي بنلاقي صعوبات في مهنتنا علشان نقوم نكمل فيلم جديد لأن الواحد كان بيفتكر كان زمان الواحد بيفتكر إنك لما تبقي بقى كويسة والناس تعرف إنك كويسة هتمشي بقى وتشتغل يوبتاع لأ هي الحكاية مكملة إنه لو مش موجود الإصرار جنب الشخصية يعني كلمة الموهبة الوحدها دي ما تنفعش يعني لازم يبقى طبيعي شخصيتك إنك فيتر زيب مؤمن قوي باللي بتعمل ده آه جدا وإنه متفقلة لأنه فيه ناس كتيرة جدا تقولي يا أخي أنت متفالي يا أخي أنت مش وناس أنا اشتغلت معاهم ما مش عارف هيحصل إيه بس ربنا بيسترها بيسترها والآن وبرضو لا هي برضو جنب من شخصيتك مهم إنك إنت أنا عمري ما شفتك قاعد عامل يعني هاش كده أو لا الحمري يا مش شفتكش بتعمل حاجات لا أنا أحكي لك حاجة لطيفة جدا ما قلتهاش قبل كده أبدا مرة قررنا أنا إحنا ومجموع من صحابنا لأن صناعة السينما مستوى الفيلم وحش والحاجات وحشة بتاع فقولنا هنعمل زي بوست بروداكشن هاوس اللي هو فيه المونتاج وفيه قطع نيجاتيف وفيه مش عارف إيه وروحنا سافرنا بره وجبنا معدات وكده وكان فيلم عبود أول فيلم أنا هعمله في الوقت ده وبعدين وأنا بعمل المكساج كلمني محمد أبو السعد صديقي وشريكي يعني قال لي شريف الفيلم بص فقلت له إيه قال لي بص لأن إحنا قصنا النيجاتيف غلط قلت له يعني إيه قال لي المكان اللي إحنا جبناها من بره مفروض إنك بتديه لك جرس عشان تقطعي هنا هو بيب كده وعلامة فإحنا بدل ما نقطع في العلامة دي قطعنا قبلها بخمسة فريم خمسة فريم على كل المشاهد على كل المشاهد دي أنا بقى شهر لأن دي سكت قلبية بالنسبة لك يعني فيلم بص فيلم بص فأنا يعني قلت له طب إيه فلأ أنا جاي لك وأنا في السكة هات تقول لنفسي هو ربنا يعمل فيها كده ليه يعني أنا يعني قد قصدي خير يعني فروحت والله يا سعد ويكلم لندن قال أنتوا غلطانين ومش عارف إيه فيه طبعا كانت منترة عظيمة جدا اللي هي ليلة فاهمي طبعا حبيبتي الله يبصيها بخير ومترت نيجاتيف فليك يا شيف غريبة مع أن أنا حاسة أن أنا قطع صح فيطلع إيه بقى يا سعد في الآخر أن المكانة بايزة وأنها مرحلة لخمسة فريم دول يا غية تطر الله يعني إحنا لو كنا قصينا صح الفيلم كان بص فعلا كان بص فعلا فده توفيق من عند ربنا يعني آه فأنت لازم تأخد الرسالة وتقول له أشكرك يا ربي فأنت ماشي فإنك لو هو رب وشغلانتنا دي أصل هي مبنية أن ساعات عقرب وساعات تتفتح آه إحنا ساعات ما بيبقاش في إدينا حاجة فربنا هو اللي بيعمل كل حاجة أوه يعرفوا الناس الخطورة الحمد لله ده وقت التكنولوجيا برضو سندتنا إحنا الشريط ده الشريط ده آه النيجاتيب ده حياتنا كلها بس أنا وحشني بصراحة يعني وحشني التعامل بالفيلم آه وصرحته واللفة والرول فهو توفيق من عند ربنا أنك أنت تبقي متوكل على ربنا بتعملي أقصى مجهودك وتعصري نفسك لحد الآخر طيب دخلني في كواليس بقى سامعه أن ده فيلم محتاجين نفكر الناس بيه مش بالمشاهدة بس ماهم ممكن برضو أحيانا أو مش أحيانا قد يحدث أن يشوف شوية ناس وما فمش اللي لأول ففكرني بقى بكواليسه آه سامعهوس آه جينا إحنا ما فكرنا أنا كنت بحب جدا أنا وماهر الخلط ما بين المزيكة وال وده كان أياميها جديد يعني ما كانش فيه يعني لو تفتكري إيه هو آخر فيلم تم فيه الطريقة دي آه بالعصرية دي كان كان مكانش فيه يعني مكانش فيه أهو دي ما تفتكرتش بالضبط فهتلاقي أنه هتلاقي أنه الفيلم ده فيه آه مودي الإمام كعنصر أساسي آه يعني الله يمثير حكايا كبيرة ده راخل آه آه وحنعمل فيلم استعراضي بليلة علوي وممدوه عبد العليم آه تفشلين ليه ليه ما كانوش نكحين وقتها لا مش مسألت كده انهما مش مترمين تفشلين 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 السكة التقليدية انك بتعملي كده بفريد لاترش بعبد الحليم بانتفامة مش هتجيبي اتنين عمرهم مغنوا تعمليهم بس هانا كانت فكرتي وفكرة مهر ان دول حمص وحلاوة اللي بتسرق منهم اللحن فهماني وبيتضحك عليهم ومش عارفين فانت عشان تحل مشكلة ان ليلة وممضوح ما بيغنوش جبت حسن كامل اللي هو برضو مش بعيد عن الناس خالص فيقول وطنطن يعني هي اللغنية دي كمان انا بحبها جدا ليه لان اياميها كانت فيه انتشار لغاني وطنية كتير جدا اه اه فهو الفكرة كانت الفكرة بتاعت ماهر انه ازاي بتتسرق منك حلمك بيتسرق منك حتى احساسك ببلدك فالمشكلة ازاي ان احنا هنجيب اغنية شعبية بتاعت ناس نعمل عليها اغنية وطنية بدل انا حمص حمص يا حلاوة انا وطني بنشد وبطنطن واباها بمجدك يا وطنطن موسيقى 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 فكانت أغنية عكس وتركيبتها لما عتيجتش يعني يمكن تتفهم الحاجات دي أكتر بعد دلوقتي إنه الترياقة دي ما كانتش معتادة عليها إن أنا أجيب أغنية شعبية أحولها الأغنية وطنية دي ما كانش ناس واخد عليها قوي يعني